تصريحات مرشح الرئاسية الفرنسية ماكرون طرفع التجميد عن مشروع تجريم الاستعمار الذي قد يرى النورة أخيرا عبر جمعية أبت إلا أن تفضح الفضائع الفرنسية في الجزائر لا بد من إصدار قانون يجرم الاستعمار المجتمع الجزائري شدتوا همشوا جهلوا فقروا المرض كل الأمراض التي أخلقها في المجتمع الجزائري مؤرخون إعلاميون وأكاديميون يضعون اللبنات الأولى لتأسيس جمعية لتجريم الاستعمار بعد تقصير الهيئات الحكومية والتشريعية جمعية وطنية المناهضة لفرنسا أو المناهضة لجرائم الاستعمار الفرنسي تحت أي عنوان من العنوان وأن نستمر في هذا النضال داخل المجتمع المدني كخطوة أولية اتفق المجتمعون على وضع كتاب أسود يؤرخ لممارسات المستعمر والجلادين الفرنسيين للتصدي لمحاولات تشويه التاريخ كتاب أسود باش نعرف هؤلاء الجلادين هؤلاء الخوانة لماذا؟ لأنه لا نلوم شاب صغير ربما لا أدافع عن صحفي في مؤسسة عمومية إن لم يعرف من هو عزيز بنغانا إبادة الجنس البشري من أفضع الجرائم التي اختلفها الفرنسيون في الجزائر ما يستدعي تأليب الرأي العام الدولي ورفع شكاوى للأمم المتحدة الإبادة الكبيرة هي إبادة الجنس الجزائري المفروض أن أكثر من 300 مليون أهم قرار من الأمم المتحدة نحن نشتغل على هذا ونبدأ بإفريقيا وأمريكا اللاتينية ولإنجاح المسعى وجب التصدي للجهات التي تحاول استهداف الثورة من الداخل من قبل الأقلام السوداء في طور كما يقولوا الأقلام السوداء من الأقلام السوداء إلى الأقلام السوداء فهذا محسوب كمال داود وهذا سانسال جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الفرنسيون في الجزائر لن تسقط بالتقادم فهذا ستنجح المبادرة غير الرسمية فيما عجز عنه البرلمان بغرفته اشتركوا في القناة